بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وعلاه اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله وتعالى المسلك الرابع اثباتها بالمناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباتها ومر معنا ثلاثة مسالك والمسلك الرابع وهو الطريق الرابع لإثباتها قال المصنف إثباتها بالمناسبة والمراد بإثباتها بالمناسبة يعني أن تكون المناسبة التي سيعرفها المصنف بعد قريب دليلا لكشف العلية دليلا لكشف العلية فيكون تحديد العلة ومعرفتها بإظهار المناسبة من ذات الحكم لا من النص الذي دل على الحكم لأن النص إذا كان قد دل على الحكم وأثبت المناسبة فإنها من باب الإيماء للعلة التي فيها مناسبة وقد مرت معنا في الدرس الماضي وإنما حديثنا هنا عن كشف العلة من ذات الحكم دون دليله دون النظر إلى دليله وهذا المسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو الإثبات بالمناسبة من المسالك المهمة فإذا كشفت العلة بالمناسبة فإن القياس الذي يلحق فيه الفرع بالأصل بناء على علة كشفت بالمناسبة يسمونه بقياس الإخالة وذلك أن المجتهد يتخيل مناسبة في الوصف الذي علل به الحكم وهذا معنى قولهم الإخالة وهو من المسالك الدقيقة وقد ألف أبو حامد الغزالي كتاباً كبيراً في مجلد طبع في العراق قديماً في مجلد اسمه شفاء العليل في مسائل الشبه والمناسبة والتخيل أو نحو ذلك سجع كتابه وذكر كثيراً من المسائل الدقيقة في هذا الباب وأن كثيراً من الناس ربما يستصعبون مسائل المناسبة لأجل ذلك ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك وهو مسلك المناسبة شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن له كتاباً اسمه تنبيه الرجل العاقل رد على النسف في كتابه في الجدل وبيّن كثيراً من طلائق أهل الحديث باعتبار هذا المسلك وهو مسلك المناسبة لأن هذا المسلك في الحقيقة هو مزلة أقدام لبعض الناس وسيأتي الإشارة لبعض ذلك قبل أن يتكلم مصنف عن معنى المناسبة إثبات العلة بالمناسبة هو مسلك المحققين كما عبر الشيخ تقي الدين فقال إن إثبات العلة بالمناسبة هو دليل صحيح عند المحققين وقد أطال الجويني في الرد على من أنكر المناسبة في إثبات العلة وأما أصحاب الإمام أحمد فإن المتأخرين يذكرونه وأما متقدم العراقيين من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبيعلى في كتبه الأولى وأبي الخطاب فإنهم لم يذكروا المناسبة مسلكا من مسالك العلة وإنما اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة الأصول التي ستأتي بعد قريب وهذا ألمح له الشيخ تقي الدين أن العراقيين في أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد المحظ وأن الذين يعنون بالمناسبة إنما هم الخرسانيون سواء من الشافعية أو من الحنابلة وأما العراقيون من الحنابلات والشافعية فقد كانوا أهل طرد محظ فيثبتون العلة بالوجود والعدم الذي هو الدوران وسيأتينا في المسلك الذي بعدها وعلى العموم فإن هذا مسلك صحيح عند المحققين ولا شك أن كثير من أهل العلم قد أعملوه وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب نعم قول مصنف وهي أي أن إثبات العلة هو أن يقترن بالحكم وصف مناسب فالضمير في قوله وهي عائد إلى إثبات العلة بالمناسبة وقوله أن يقترن بالحكم الاقتران بالحكم نوعان الاقتران في النص الذي دل على الحكم وهذا تقدم الإشارة إليه في باب الإيماء عندما يكون النص قد قرن الحكم بوصف وكان ذلك الوصف فيه معنى مناسب وليس هذا المراد وإنما المراد النوع الثاني من الاقتران وهو اقتران الحكم بالوصف ويكون كشفه بالاستنباط والبحث لا بالنص وهذا هو المراد هنا ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسبا فيقال أن يقترن بالحكم وصف غير منصوص عليه قد يقال إنه جيد نعم قوله وصف ليخرج لنا التعليل بالأسماء فإن التعليل بالأسماء لا يكون كشفها بالمناسبة وتقدم معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علة وهوى التعليل بالأسماء مناسب أي فيه معنى المناسبة وسيشرح بعد قليل المصنف ما معنى الوصف المناسب نعم وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة نعم قوله وهو هذا عائد لقوله وصف مناسب فعرف جزء التعريف وهو الوصف المناسب وهذا التعريف الذي عرف به المصنف الوصف المناسب هو تعريف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم وإلا فإن الوصف المناسب هناك تعريف متعددة منها تعريف أبي زيد الدبوسي وقد تبعه ابن العماد المقدسي ثم المصري الحنبلي حينما قال إنه إلا الذي إذا عرض على العقول السليمة والأفهام المستقيمة تلقته بالقبول وهذا عليه اعتراضات وقيل وهو تعريف الطوفي إنه ما تتوقع المصلحة بعده لرابط عقلي ما وأيضا هذا فيه يعني اعتراض ما من تعريف إلا وعليه اعتراض الوصف المناسب قال المصنف هو وصف ظاهر تعبير المصنف بالوصف مر معناه أنه ليخرج الأسماء والأحكام فإنها ليست أوصافا وتعبير المصنف بالظاهر معناه أنه جلي وبين وواضح فيخرج به الوصف الخفي غير الواضح وقوله منضبط يدلنا على أن غير المنضبط لا يكون داخلا إذ المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأمكنة فإن كان الوصف يختلف باختلاف أحد هذه القيود الثلاثة فإنه غير منضبط فعلى سبيل مثال المشقة تختلف بين القوي والضعيف وتختلف بين الصغير والكبير وتختلف بين البلاد الحارة والباردة وهكذا فدل على أن المشقة ليست وصفا منضبطا وقوله يلزم من ترتيب الحكم عليه هذا الترتيب أو اللزوم الذي يكون من أثره يكون ترتيبا يخرج أمرين يخرج الوصف الطردي فإن الوصف الطردي لا يلزم من ترتب الحكم عليه شيء لأنه وصف طرد محو لا أثر له وكذلك الإلحاق باعتبار الشبه فإن الشبه لا يلزم من ترتب الحكم عليه فالوصف الشبه لا أثر له وقوله ما يصلح أن يكون مقصودا كلمة مقصودا نكرها المصنف وقد نبه العضد الإيجي في حاشيته إلى أن المراد بالمقصود أي المقصود عند العقلاء وهذا هو المشهور في كتب أغلب الأصوريين أن الوصف المناسب هو الذي يكون مقصودا عند العقلاء ولكن يجب أن نقف عند هذه الكلمة وقفة مهمة جدا لأن عندما نقول أن الوصف المناسب باعتبار العقلاء سيتوسع في مسألة أن العقل يقبل الأوصاف المناسبة ويجعلها عللا ثم يترتب على كونها عللا إثبات الأحكام فهذا من باب أمرين أمر الأول التحسين والتقبيح وهو مقبول نعم كما تقدم معنا لكن ترتب عليه أمر آخر وهو قضية إثبات الحكم الشرعي ولذلك ألحظ الشيخ تقييدين ملحظا جميلا في رده على الجدلين فقد ذكر الشيخ تقييدين أن من جرأة كثير من الجدليين هكذا عبر أنهم يقولون هذه حكمة ومصلحة في نظر العقلاء أو في عرف الناس قال ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة الوصف وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول عن إدراكها أو إدراك حكمها ومصالحها وأن أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون ما هو الحكمة والمصلحة والمنفع لهم في أمر الدنيا والآخرة فكيف يستشهد على حكم أحكم الحاكمين بمجرد قول بعض الناس هذا الكلام الحقيقة في غاية الصواب وهو من أعظم الأمور التي تفرق بين مسلك أهل الحديث في اعتبار المناسبة والمصلحة وبين مسلك أهل الكلام فإن أهل الكلام يتوسعون في المصلحة ويتوسعون في جعلها باعثة على سبيل الإطلاق وذلك سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن هناك شروط لهذه المصلحة التي تكون مرتبة ومقصودة من تشريع الحكم نعم قال من حصول مصلحة أو دفع مفسدة هاتان الجملتان حصول المصلحة ودفع المفسدة قيل إنهما متقابلتان وقيل إنهما ماهما واحد فإن من لازم دفع المفسدة حصول المصلحة وهذا كلام مشهور لأهل العلم فيه هل هما مقصودان أم أنهما مقصود واحد وجود أحدهما يكون انتفاءا للثاني ومما شهر في كتب الأصوريين جميعا من المذاهب الأربعة جميعا ومن ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب الإضاح وغيرهم أن هذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبا لمصلحة أو دفع مضرة على ثلاث درجات إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجية وإما أن تكون تحسينية وإما أن تكون تحسينية قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف المؤثر والمناسب أريد أن أبين أمرا مهما جدا قد يغفره كثير من الأصوريين ونبه عليه الشيخ تقييدين وهو طريقة أهل الحديث وهو أننا نقول إن المناسبة والوصف المناسب يكون معتبرا بشرط وهذه الشرط لا بد من انتباه لها لكي تعرف طريقة فقهاء أهل الحديث وهذه أركز عليها كثيرا الشرط الأول وهي موجودة عند الفقهاء وإن لم ينص عليها الأصوريون إذ الأصوريين كما تعلمون إذ الأصوريون كما تعلمون ربما تأثروا في طرحهم وكلامهم بالقواعد الكلامية وهو مستقر عند الفقهاء في تطبيقاتهم أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون اقتران الحكم بالوصف المناسب قد شهد له الشرع بالاعتبار فليس كل وصف مناسب في نظر العقلاء يكون معتبرا في الشرع ولذلك أشار لهذا المعنى الأصوريون حينما ذكروا أن هناك مصالح ملغاه لأن الملغاه هو الذي شهد له الشرع بالإلغاء إذ ما شهد له الشرع ثلاثة أنواع إما بالاعتبار لعينه أو لجنسه وإما بالإلغاء هذا النوع الثاني وإما سكت عنه وهو الذي يسمى بالمرسل والمناسب المرسل لا يتكلم عنه الفقهة هنا وإنما يتكلمون عنه في المصالح المرسلة وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يعلم أن الشيء حكمته ومصلحته موجودة في نفس الأمر وفي نظر الشارع فلا بد أن يكون موجودا فيهما معا وهذا يعني واضح وبين في مسألة التحقيق والوجود وهذا يتعلق به نظر الفقهة الأمر الثالث وهو أن يعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة لأن بعض الناس قد يستكشف حكمة لحكم فيظن أن الحكم مناطم بها أن الحكم مناطم بها ولكن الحكم في الحقيقة لأجل حكم متعددة وليس لحكمة واحدة فلا بد من التأكد أن ذلك الحكم إنما شرع لتلك الحكمة بقي عندنا مسألة أخيرة وهي قضية أن هذا الوصف المناسب شهر في كتب الأصول تقسيمه إلى أربعة أقسام مناسب مؤثر ومناسب ملائم ومناسب غريب ومناسب مرسل وقد أطال العلماء في الحديث عن هذه الأنواع الأربع والمؤثر هو الذي جاء النص به والمرسل هو الذي سكت عنه بالكلية وبقي الحديث عن الملائم والغريب وأغلب جزاع الفقهة إنما هو في الغريب وذلك يقولون إن خلاف القاضي وأب الخطاب مع غيرهم من متقدم أصحاب أحمد إنما هو في الغريب فقط دون الملائم فالملائم كل أصحاب أحمد يرون أنه طريق صحيح لكشف العلة فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه المضلة نعم هذه قاعدة مهمة جدا وهو قول مصنف إذا كان الوصف الذي شرع الحكم لأجله واكتشفناه بالمناسبة خفيا معنى كونه خفيا أي أنه ليس ظاهرا وإنما هو يحتاج إلى تأمل وليس لكل أحد استطيعوا كشفه قال أو غير منضبط أو غير منضبط أصبح عندنا حالتان أن يكون الحكمة ثبتت أن الحكم شرع لأجلها لكنها غير منضبطة أو أنها خفية فلا يمكن أخذ هذه الحكمة وتنزيلها على الفروع المبنية على تلك الأصول فيكون عندنا صورتان الصورة الأولى الخفاء والثانية عدم الانضباط فيناط الحكم بالمضنة لا لكونها ليست علة وإنما لكون هذه العلة وهي الحكمة لا يمكن إناطة الحكم بها لأجل السبب فهو راجع للسبب يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال لما تكلموا عن مسألة الشهادة وأن الشهادة لا بد أن يكون صادقا مسألة صدق اللسان هذه العلة ولكن الصدق خفي ولا يمكن معرفته فأذهبنا إلى مضنته ومضنته هي العدالة بأن يكون الرجل غير معروف بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وغير فاعل لما يخل بالمرؤات فالعادة أن من حافظ على العدالة الظاهرة والباطنة التي تكون تبعا فإنه يكون صادقا لسان إذن فالعلة في قبول الشهادة إنما هو الصدق ولكن أنطن الحكم بالعدالة لما كان الصدق خفيا غير ظاهر هذا مثال للخفية مثال غير المنضبطة هو أن يكون الحكم أو العلة موجودة وهي المشقة مثلا سواء في الصلاة قاعدا أو في السفر والترخص برخص السفر ونحو ذلك من الأمور أي رخصة المشقة في المرض أو في السفر فنقول إن هذه المشقة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال وذلك فإن العلماء دائما ينطونها بالوصف الذي هو مضنة لها ويختلف أنظارهم باختلاف الأحوال فعلى سبيل المثال لما جاءوا للمرض قالوا إن المرض الذي يترتب عليه زيادته أو تأخر البرء فيه أو الضرر على البدن أو المشقة الخارجة عن العادة وهنا ربطوا بالمشقة الخارجة عن العادة لأنها متعلقة بالشخص نفسه وليس متعلقة بالجماعة فإنه يجوز له أن يترخص برخص المريض ولما جاءوا للسفر قالوا إن من قصد مرحلتين مثل ما بين مكة وعسفان فإنه يترخص لما قضى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فأخذوا بهذه المضنة ومثله أيضا يقال في النوم فإن العلماء شهر عنهم وإن كان بعضهم قد لا يجعل هذا المثال مندرج في هذه القاعدة يقول إن النوم هو مضنة للحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضع فنزلت المضنة منزلة المئنة وإذا كنا قاعدة تطبيقاتها بالعشرة التي أشرت لكم قبل قليل بنصها وهي أن المضنة تنزل منزلة المئنة متى يكون ذلك يكون إذا كانت العلة حكمة غير منضبطة فدائما إذا كانت غير منضبطة أو خفية لا يمكن استظهارها فإنه يناط الحكم بمضنتها وتطبيقاتها بالمئات ولا أقول لك بالعشرات وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو نجحة ألغاها قوم وأثبتها آخر نعم هذه المسألة المسائل المتعلقة بنقض العلة المثبتة بالمناسبة ومعنى ذلك أن الوصف الذي كشف بواسطة المناسبة لأن فيه مصلحة إذا عارضه معارض وهو وجود مفسدة في ذلك الوصف فهل نقول إن هذه المعارضة تخرم هذه العلة ولا تصحح العمل بها وإناطة الحكم بها أم لا فنقول من باب تحرير محل النزاع لكي نفهم المسألة نقول أولا أن الوصف لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يكون الوصف طبعا وأقول هذه الثلاث حالات بالقسم العقلية لأنه قد ينازع في وجود بعض أنواع هذه الأوصف إما أن يكون الوصف مصلحة محظة لا مفسدة فيه فهذا بلا إشكال أنه يناط الحكم بهذه المناسبة ولا شك الأمر الثاني أن تكون أن يكون الوصف مفسدة محظة فهذا لا شك أنه لا يلحق به وهذا الذي يقولون إن الله عز وجل هل يوجد وصف محظ فيه المفسدة بعض الناس قد ينازع في هذا الشيء لأنهم يقولون إن الله عز وجل لا يخلق شرا محظة كما جاء في التلبية والشر ليس إليك فلكن هي من باب القسم العقلية كما ذكرت لكم الحالة الثالثة أن يكون الوصف شاملا لمصلحة ومفسدة معا فنقول إما أن تكون المصلحة غالبة فحينئذ يناط الحكم بها وإما أن تكون المصلحة مساوية للمفسدة أو المفسدة راجحة عليه فهذه هي المسألة التي تكلم عنها المصنف هنا إذن يقول المصنف وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة قوله مصلحة الوصف المراد بالوصف هنا طبعا لا بد أن نقول الوصف المستنبط لأن الوصف إذا كان منصوصا عليه فإنه لا ينظر ما عارضه مطلقا وذلك من أخطر ما يقوم من استدلالات المعتزلة القدامى والمحدثين وهناك محدثون بطريقة المعتزلة في التفكير الفقهي وإن كانوا لا يسمون أنفسهم معتزلة أنهم يعارضون العلال الشرعية المنصوص عليها بالمناسبات المتوهمة أو المفاسد المتوهمة فربما ألغوا بعض العلال المنصوصة بالعلال المتوهمة أو بالمفاسد المتوهمة وذلك لابد أن نقول وإذا لزم مصلحة الوصف المستنبط لا مطلق الوصف فإن الوصف المنصوص لا شك أصل الوصف المنصوص نقبله ولو لم تكن فيه مناسبة فمن باب أولى إذا توهم الآدمي أن فيه مفسدة قوله مفسدة مساوية أو راجحة أي لتلك المصلحة فإن المسألة فيها قولان وقد أطلق جماعة من أصحاب الإمام أحمد القولين منهم القطيع في قواعده وابن العمد أول هذين القولين ومثل من المؤلف فإن المؤلف أطلق مثل إطلاق القطيع وغيره ومعنى أطلق يعني أنه لم يرجح وإن كان المؤلف قدم القول الأول فيه نوع ترجيح بالتقديم قال ألغاها قوم وأثبتها آخرون القول الأول وهو الإلغاء بمعنى إلغاء الوصف المناسب الذي فيه المصلحة لوجود مفسدة مساوية أو راجحة عليه وهؤلاء القوم إضافة لأن المصنف قدمه هو الذي قدمه أيضاً مرداوي واختاره ابن قاضي الجبل فيما نقل عنه مرداوي وجزم به قال وأثبتها أي وأثبت المناسبة التي عارضها مفسدة مساوية أو راجحة ولم يخرموا تلك المصلحة والوصف المناسب بذلك قال نعم وأثبتها آخرون أي جماعة من أهل العلم وهذا القول يعني ذهب إليه جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم ابن قدامة في الروضة وأبو محمد الجوزي في الإضاح وأبو البركات المجد في المسودة وعلى العموم فإن طريقة الإلغاء هي طريقة الآمدي ومن تبع الآمدي كابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع وطريقة الإثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي ومختصرات وشروح المحصول الكثيرة التي تبعت المحصول وقد طبع منها الآن ما يقرب على عشرة مختصرات ويعني وشروح طيب بقي عندي مسألة أخيرة في قضية وأثبتها آخر أريد أن أعرف أن إثبات هذا الوصف المثبتين له لهم مسلكان انتبه لهذه المسألة الدقيقة الذين يقولون إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة تبقى وصفا ومصلحة مناسبة لكن لهم مسلكان المسلك الأول هو مسلك الأصوريين لغير الحنفية يقولون إن المصلحة أو الوصف المناسب لا يبطل لكنه لا يبقى شرعيا يناط به الحكم فلا يترتب عليه حكم وحينئذ يكون الخلاف بين القائلين بذلك بأنها لا تبطل وبين القائلين بأنها تبطل لفظي فالنتيجة لا ثمرت لها يكون يبقى الوصف معتبر شرعا وغير ملغي هذا الوصف لأننا نظرنا لأننا لو ألغينا هذا الوصف فإن طريق كشفه هو الطريق الكشف لغيره من المصالح الطريقة الثانية أو المسلكة الثانية هي طريقة الحنفية وهي شهرت عنهم أنهم يقولون إن المصلحة إذا عرضتها مفسدة مساوية أو راجحة تعتبر شرعا وحينئذ يكون الحنفية أو يكون قول الحنفية ذا ثمرة مخالفة لطريقة الجمهور ويكون الخلاف خلافا حقيقيا وليس خلافا لفظيا معنويا المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه نعم هذا المسلك الخامس مسالك العلة وهو المسلك الاستنباطي الثالث وهو الإثبات العلة بالشبه وعبر الأصوليون بالشبه ولم يعبروا بالمثل قالوا لأن الشبه أعم وأوسع وذلك أن المثل يطلق على ما ساوى الشيء من كل وجه بينما الشبه أوسع من ذلك فإنه يطلق على كل شيئين بينهما قدر مشترك فهذا القدر مشترك يسمى شبه إذ لو كان مثله من كل وجه لكان الحكم لكان النص الأصلي دالا على الفرع فلا يكونوا قياسا وذلك عبروا بالشبه ولم يعبروا بالمثل وهو عند القاضي وابن عقل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما نعم طيب قول المصنف وهو هذا الضمير ليس عائدا لإثبات العلة بالشبه وإنما عائد لقياس الشبه وذلك أنه مرمعنا قبل قليل أن مسلك المناسبة إذا استخدم فإن القياس حينئذ يسمى قياس الإخالة بينما الشبه إذا استعمل فإن القياس يسمى قياس شبه هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف للقياس لأنه قال إلحاق فالإلحاق قياس وأما الشبه فهو أمر مختلف عنه وذلك أن الشبه يعني أنواع سنشير بعد قليل لمسألة غلبة الأشباه وتردد الأشبه سأشيرها إن شاء الله بعد قريب طيب إذن فقول المصنف وهو أي قياس الشبه هو تعريف قياس الشبه أي القياس الذي استثمر فيه الشبه فيكون الشبه دالا على العلة لا أن الشبه هو العلة فالعلة ليست هي الشبه ولكن العلة قد تكون غير واضحة فيستدل بالشبه عليها فقال هو عند القاضي وابن عقيل تعبير المصنف عند القاضي وابن عقيل يدلنا على أن قياس الشبه فيه خلاف في تعريفه والتعريف الذي أورده المصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي يعقوب وأكثر الحنابلة يعرفونه بهذا التعريف اللي سنجده بعد قريب لكن قيل إن قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اجتمال الفرع على حكمة والحكمة هي جلب مصلحة أو دفع مفسدة فجعلوا العبرة بكونه موهماً وجود المناسبة فاشترطوا هذا القيد وهذا الذي مشى عليه الطوفي وهناك أقوال كثيرة جداً في هذه المسألة ولكن نكتفي بذلك تعريف قياس الشبه عفر رفع المصنف قال هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما قوله إلحاق هذا يدل على أن التعريف تعريف القياس لا تعريف الشبه الفرع المتردد الفرع يدل على أن هناك أصل قد ثبت له حكم فيلحق الفرع به في الحكم قوله المتردد بين أصلين عبارة المتردد بين أصلين لا بد أن ننتبه لمسألة وهو أن من شرط هذين الأصلين أن لا يكون واحد منهما فيه علة يناط الحكم به إذ لو كان أحد الأصلين فيه علة فإنه يقاس قياس علة وقد أجمع العلماء حكى غير واحد أنه لا يعمل بقياس الشبه مع وجود قياس العلة انتهى لأنه ضعيف مقارنة بقياس العلة إذن عبارة الأصلين من شرطه أن لا يكون أحد الأصلين له علة دالة على الحكم طيب وقوله بما هو أشبه به بما هو أشبه به تعبير المصنف بما هو أشبه يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصلان فيه وصف مشابه للأول ووصف مشابه للثاني هذا الشبه قد يكون تارة باعتبار الحكم وقد يكون تارة باعتبار الوصف الشبه تارة بالوصف وتارة يكون بالحكم نص على هذين الأمرين القاضي في العدة ومثل الشبه بالوصف قال مثل الحضر والإباحة يكون ملحقا بأصلين أحدهما ممنوع والآخر مباح ثم بعد ذلك يكون أحد الأصلين أسود والآخر أبيض وهذا فيه شبه بالأبيض فنلحقه بالأبيض لأجل الوصف وأما الشبه بالأحكام فقال مثل العبد هل يلحق بالأحرار أو يلحق بالبهائم هذا من باب الشبه في الأحكام لأنه يشبه الأحرار لا شكلا في الوصف وإنما في الحكم في بعض التصرفات وسيأتي شرحه بعد قليل ويشبه العبيد ويشبه البهائم في بعض الأحكام لا بعض الأوصاف الظاهرية ولذلك إذا قلنا إنه بما هو أشبه هو الذي يعبر عنه الأصليون بقياس غالبة الأشبه أي غلب أشبه أي أكثر أشبها فلو كان يشبه أحد الأمرين من جهتين وبالثاني من ثلاث جهات ألحق بالأكثر منهما قوله منهما أي من الأصلين أي من الأصلين الذي فيهما شبه وينبني على ذلك يسوى بين الفرع وبين الحكم الذي شابهه وإن لم تكن بينهما علة مكشوفة يعني يمكن نكشفها والانتباه إليها نعم المثال قرأتها أو طيب فض죠 كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذاء المتردد بين البول والمن نعم هذا مثال الأول هو من أمثلة غياس الشبه يقول إن العبد يتردد بين الحر البهيمة فالعبد فيه شبه بالحر من جهة وفيه شبه بالبهيمة من جهة فيه شبه بالحر من جهة أنه آدمي مكلف مأمور بالعبادات ويثاب على الطاعة ويعاقب على السيئة وغير ذلك من الأمور مثل وجوب الحدود عليه إذا زنى ويجب عليه القصاص إذا قتل ما لم يكن هناك مانع الأمر الثاني فيه شبه بالبهيمة من جهة أنه يباع ويشترى ففيه شبه بهذا من جهة وبهذا من جهة وبناء على ذلك فإن غلبنا شبهه بالحر قلنا إنه يملك إذا ملك وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا إنه لا يملك وإن ملك وهذه روايتان في المذهب وهي هل العبد يملك بالتمليك أي بتمليك سيده له أم لا يملك روايتان في المذهب والذي مشى عليه المشهور عند المتأخرين وروايتان قويتان أن العبد لا يملك بالتمليك فكأنهم نظروا أن أغلب الأوصاف متعلقة بالبهيمة من جهة المالية فإن البهيمة مال والتمليك متعلق بالمال فقالوا نغلب وصف المالية الموجود في البهيمة فنقول إنه لا يملك لأنها متعلقة بالملك وهو مملوك فناسب ذلك هذا من باب قياس غلبة الأشبه هذا مثال المثال الثاني قال المذي المتردد بين البول والمني المذي معروف ما هو أن أبيض رقيق يخرج تارة من شهوة وتارة من غيرها كما في حديث علي رضي الله عنه هذا المذي معروف فيه شبه بالبول من جهة من حيث الحكم وفيه شبه من من حيث الصفة لأن المثال الأول هو شبه أحكام والمثال الثاني شبه أوصف فيه شبه بالبول من جهة الوصف وفيه شبه أيضا من جهة المني من جهة الوصف ففيه شبه من جهة البول أنه يخرج من مخرج البول هذا من جهة وفيه شبه بالمني أنه يخرج بشهوة كذلك فيكون خروجه بشهوة فهو متردد بينهما وحينئذ إذا قلنا هل يلزم الاستنجاء من المذي أم لا فهل نغلب فيه وصف الشبه بالبول فنقول إنه يلزم الاستنجاء وهل نقول إنه نجس أم لا نقول إنه نجس فالمذهب أنه غلب فيه البول وحينئذ يقولون يلزم فيه الاستنجاء بل زادوا على ذلك في رواية قوية أنه يلزم غسل الذكر كله وفي رواية لكن غير معتمدة ومال لها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة والأنثيين وأما كونه نجسا فإنه نجس ومشهور المذهب أنه ليست نجاسته مخففة بل حكمه كحكم البول حكمه كحكم البول محمل حديث علي انضح فرجك على أنه ليس نضح التطهير وإنما نضح إزالة الوسوس لكي يظن أن ما فيه من بلل من الماء الذي نضحه وليس من المذي الذي خرج منه نعم وفي صحة طبعا هذه قياس الشبه بعض الأصولين فقط قبل أن ننتقل أو نعم فضل وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رني الله عنهما والأظهر نعم خلافا للقاضي نعم هذه المسألة المسائل التي يعني الحقيقة فيها يعني فصل بين الأصول والفقه فإنك المشهور في كتب الشافعية عدم إعمال قياس الشبه وقد ألمح الغزالي في بعض كتبه أن الأصوليين تكاد تكون كلمة مقصد أصحابه والمتكلمين على أن قياس الشبه ليس بحجة قالوا وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه مليئة جدا جدا بقياس الشبه قل ما يوجد في شيء من أبواب الفقه ولا أقول في كتب الفقه وإنما في أبوابه عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه وذلك يقول المصنف وفي صحة التمسك به أي الاحتجاج بقياس الشبه طبعا من شرطه أن لا يوجد هناك قياس علّة قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما وهذان القولان حكاهما أبو يعلى روايتين عن أحمد وأما أبو الخطاب فحكاهما قولين لأصحاب أحمد القول الأول الذي عبر عنه المصنف والأظهار نعم يعني أن قياس الشبه حجة وقد نقل ذلك عن أحمد فقد نقل أبو محمد التميم في رسالته في الأصول قال كان أحمد يقول بالقياس من طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علّة صحيحة تجمع بين الأصل والفرق يعني أنه إذا وجدت العلّة حتى انتهاء الغاية بمعنى أنه إذا وجدت علّة فإن أحمد كان لا يعمل قياس الشبه وهذا كلام صحيح وقد جزم به كثير من متقدم أصحاب أحمد فقال ابن شهاب العكبري الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب وهذا يدل على إعمال هذا الأصل بل قد قال ابن عقيل أبو الوفى بن عقيل إن قياس الشبه من أحسن الأقيسة ولا عبرة بمن أسقط الاحتجاج به وذا قلت لكم أنه قل ما يوجد كتاب لا يعمل به ترى أحيانا في الكتب الفقه يقول لك كالبيع كالعطق كالقن أغلب هذه التعالير هي قياس شبه في حقيقة وعندما تريد البحث عن العلّة قد لا تجد العلّة وصفا ظاهرا منضبطا فحينئذ يغلب الفقهاء الأشباه ويتركون إعمال ولا ينيطون عليه إعمال الحكم طبعا قيل إن هذا الحكم أخذ من كلام أحمد في رواية حرب أن يهودي قذف يهودية هل يتلاعنان فقال أحمد ليس لهذا وجه لأنه ليس عدلا اللعان إنما هو شهادة وليس بعدل فتجوز شهادته يقول القاضي كأنه لم ير بينهما اللعان لأنه شبهه بالشهادة شبهه بالشهادة فرأى أنه من باب الشبه وذكر أمثلة كثيرة عن أحمد القول الثاني قال خلافا للقاضي هذا القول الثاني ونسبه المصنف هنا للقاضي أبي يعلى ونسبته للقاضي أبي يعلى هو من باب التبع لأبي محمد لأبي محمد بن قدامى في الروضة بينما القاضي أبو يعلى في العدة قد صرح بأنه يرى أن قياس الشبه حجه صرح به بل إنه كثيرا ما يعمله في كتبه كالتعليقة والروايتين وغيرها من الكتب ولذلك فإن أبو البركات المجد بن تيمية كأنه لما وقف على تصريح القاضي أبي يعلى بحجية قياس الشبه ووقف على كلام ابن قدامى قال زعم المقدسي أن القاضي يعني يرى أنه لا يصح أو نحو عبارة أبي البركات فرأى أنهم باب الزعم ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن أبا محمد بن قدامى مصيب ولكن ربما كان ذلك موجودا في بعض كتب أبي يعلى والدليل على ذلك أن تلميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيد قد نسب لشيخه هذا القول في كتابه الجدل ولم ينسبه في الإضح وابن عقيد معني باختيارات شيخه بل إن عمدته في كتبه الأصولية على كلامي القاضي أبي يعلى في درجة الأولى ثم أبو الخطاب بعده ومعلوم أن القاضي أبي يعلى له أكثر من كتاب في الأصول منها مقدمته في آخر الكفاية وفي المجرد وجزء في الروايتين وهذا مطبوع ومنها العدو وأكبرها فقد يكون له رأي في بعض كتبه خالفه في غيره هذا القول لكن عموما يعني حاول بعض المتأخرين وهو الطوفي أن يوجهه لكن توجيهه بعيد جدا فقال إن المراد بالقاضي ليس القاضي أبو محمد ليس القاضي أبو يعلى وإنما القاضي عبد الوهاب ابن نصر التغلبي المالكي البغدادي وهذا بعيد فإن بن عقيل يعني نقله في الجدل صريح في أن نثبت هذا القول القاضي على العموم هو قول كثير من الشافعية أنا أردت من هذا التحقيق ما هو أن نعرف أن إعمال أحمد وأصحابه لقياس الشبه غالب وأن القول الذي نقل أنه ليس بحجة إنما هو قول ضعيف ولا يصح لأعيان المذهب كالقاضي وغيره قبل أن ننتقل عن هذه المسألة في مسألة لطيفة وجميلة جدا وهي من دقيق الفقه والحقيقة أن هذه المسألة ربما لا يعملها إلا فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة فيما وقفت العلم عند الله عز وجل ويحتاج إلى مزيد بحث هذه المسألة تكلمنا عنها وهي مسألة الإلحاق بغلبة الأشبه بمعنى أن يكون الفرع يتنازعه أصلان لشبه بينهما نحن قلنا إنه يلحق بأحد الأصلين بناء على غلبة الأشبه هناك أصل ثاني وهو قضية هل يمكن إلحاقه بالأصلين معا أم لا وهذه التي يسميها الأصوريون بالإلحاق بالشبهين والإلحاق بالشبهين كلام الأصوريين فيه قليل وأما تطبيق الفقهاء له فهو كثير ولذلك فإن بعضا من المحققين يرى أن الإلحاق بالشبهين أولى من تغليب أحد الشبهين ومن من رأى هذه الطريقة الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فيرى أن الإلحاق بهم أولى وهي التي يسميها يعني بطريقة أخرى ما يسميه الفقهاء يسميه الفقهاء بتبعيض الأحكام بمعنى أن العبد على سبيل المثال يعطى بعض أحكام الحر ويعطى بعض أحكام الحيوان ولكن هذا التبعيض لا بد أن يكون له المبنى الصحيح ولا يكون ببنى عتشاهي فيعطى بعض الأحكام باعتبار أوصاف معينة مثل ما قلنا أن الجوانب المالية يلحق بالحيوان لأن فيه معنى المالية وجوانب التكاليف يلحق بالآدم لأن فيه تكاليف وهكذا والحقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة به وخاصة كتب الحنابلة حتى ذكر ابن القيم في بعض كتبه نسيت الآن في أي كتاب أنه قال إن هذا المسلك وهو تبعيض الأحكام والحاق بالشبهين هو محظ الفقه ودقيقه فقليل من الفقه من يحسن هذا التطبيق والإعمال لأنه هو المسلك الدقيق في الفقه وفيه كثير من المسائل متعلقة به نعم والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافة ابن علية نعم قوله والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة هذه المسائل التي أوردها المصنف تبعا للطوفي معنى ذلك يعني أنه الذين يقولون بأن قياس الشبه حجة يقولون إن المعتبر الشبه الحكمي للشبه الحقيقي مثال الشبه الحكمي عندما نقول إن العبد يشبه البهيمة هذا شبه حكمي ليس يمشي على أربع وليس له يعني صوف وليس له قرون وإنما هو شبه حكمي باعتبار كونه مملوكا الشبه الحقيقي هو الذي عبرنا عنه قبل بأنه الشبه في الأوصف مثل شبه الآدمي شبه العبد بالآدمي شكلا شكلا فنقول هذا حقيقي لكنه ليس مؤثر وإنما غلبنا الشبه الحكمي بالآدمي بأنه مكلف مثله فنغلب فيه الأحكام وهذا معنى قوله بالشبه الحكمي لا بالشبه الحقيقي قال خلافة ابن عليا هذا أحد المعتزلة يعني وكان أبوه من فقهاء الحديث لكن ابنه صار كذلك فإنه يرى بالأشبه الحقيقية وهذا قول في غاية الضعف طبعا فيه مسلك ثالث عند الشافعية وهو أضعف كذلك بل هو مثله في الضعف وهو شبه الأسماء فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم إذن عند الثالث أشبه شبه الحكمي هو المعتبر الشبه الحقيقي لم يعتبره إلا ابن عليا فقط النوع الثالث الشبه في الاسم وقد ذكره صاحب جمع الجوامع وذكر أنه موجود عند بعض الشافعية وبيّن أنه ضعيف ما معنى الشبه الاسم أنهم يقولون إذا اشتبه اثنان في اسم فإنهم يتحدان في الحكم فيغلب فيه شبه الاسم مثال ذلك عندما نقول إن خنزير البر حرام أكله فإذا جاءنا من حيوان البحر حيوان يسمى بخنزير أو بكلب فإننا نقول إن كلب البحر وخنزيره حرام لشبه الاسم وهذا موجود عند الشافعية حقيقة يعللون به في باب المطعمات فقط والمحل هذا المسلك يعني ابن السبك في جمع الجوامع ومن سبقه ومن لحقه شرح ذلك نعم وقيل بما يظن أنه مناط للحكم نعم هذا المسلك الثالث وهو بما يظن أنه مناط للحكم يعني أنه لا عبرة بالحقيق ولا بالحكم مطلقا وإنما بما هو مناط فقد يكون الحقيقي وهو الصوري وقد يكون الحكم أحيانا وهذا يعني ذكر هذا القول أيضا الطوفي نعم المسلك السادس الدوران نعم هذا المسلك المسالك العلية ويسمونه أسماء كثيرة يسمى بالدوران مثل ما سماه المصنف المتقدمون يسمونه الطرد والعكس وترك العلماء مصطلح الطرد والعكس ربما لكي لا يشتبه بمصطلح الطرد الذي ليس علة بل هو طرد وعكس جمع بين الوصفين وبعضهم مثل أبو الخطاب يقول السلب والوجود نعم وهو وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه نعم هذا التعريف هو مشهور في كتب الأصول وأغلب الأصولين يذكرونه قال هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه بمعنى أن المجتهد ينظر الحكم وينظر الوصف الموجود سواء كان مناسبا أو غيرا مناسب فإذا وجد الحكم مع وجود العلة فهذا طرد ثم إذا وجد الحكم منعدما بعدم العلة فهذا عكس الطرد وحده ليس دليلا على العلية ولكن العكس وحده ليس دليلا كذلك وإنما العكس شرط في العلية لكن إذا وجد طرد وعكس معا كان دليلا على العلية إذن عندنا ثلاثة أشياء طرد منفرد وعكس منفرد وطرد وعكس مجتمعا فالطرد وحده ليس دليلا على العلية ولا أثر له والعكس ليس دليلا لكنه شرط وأما مجموع الطرد والعكس فإنه دليل العلية نعم يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيد ظنة وقيد قطعان نعم قول المصنف يفيد العلية أي أن الدوران أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة التي وجدت عند وجود معلولها وانعدمت بعدمه علة لذلك الحكم المعلول وقوله عند أكثر أصحابنا هذا يعني عليه أكثر أصحاب أحمد منهم القاضي أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنة في الخصال والموفق والشيخ تقي الدين وقال من المفلح عليه أكثر أصحابنا عليه أكثر أصحابنا وقد ذكروا أن الإمام أحمد أومى إليه حينما قال القياس أن يقاسع على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله وأقبل به وأدبر في كل أحواله أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ فدل ذلك على أنه يلزم أو أنه يثبت العلة بالوجود والعدم والسلب والعدم وهو الدوران يقابل القول الأكثر هنا القول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد أو قول في مذهب أحمد عدها القاضي وجها في مذهب أحمد وهو أن الدوران ليس دليلا وهذه الرواية هو ظاهر كلام القطيعي هي كلام القطيعي في القواعد أنها ليست دليلا وهو قول بن الباقلاني والغزالي والقطيعي كما تعلمون في القواعد رسالة في الأصول استفادها من الموفق ومن الغزالي مباشرة وذلك فإن قول الغزالي هنا بأن الدوران ليست دليلا أخذه القطيعي بعده بخلاف الموفق فإن الموفق ذهب لقول عامة العلماء بأنه دليل قيل ظنا وقيل قطعا القائلون بأنه قطع هو من بعض المعتزلة وأما القائلون بأنه ظن فهو أكثر أهل العلم وذلك يقول ابن العماد الحنبلي يقول طبعا ابن العماد ثلاثة لفائدة ابن العماد الشافعي هو الإقفاسي صاحب الكتب المشهورة هذا الكثير جدا وابن العماد عند الحنابل الثنان القاضي وهو المتقدم الذي له رسالة في إهداء الثواب للميت والحي وله رسالة في الأصول والجدل والثاني المتأخر الذي شرح غاية المنتهى للشيخ مرعي وله كتاب في الأيمان اسمه معطية الأيمان في الحلف والأيمان أو نحو هذا الاسم ونحن في الأصول لا نقول عن المتقدم وهو المقدسي ابن العماد المقدسي ثم المصري نعم قال وأغلب أهل زمانين يقولون إنه يدل دلالة ضنية ثم ذكر قولا ثالثا وهو أنه لا دلالة له مطلقا وهذا غير صحيح ذكرنا قبل قليل عن بعضهم نعم وصحح القاضي بعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهار نعم هذا نوع من أنواع الاستدلال على كشف العلة وهو التمسك بالأصول معنى هذا الكلام أن يكون الأصل معللا بعلة ولكن تلك العلة قد لا تكون واضحة ثم يلحق العلماء بذلك الأصل أو ينظر العلماء لذلك الأصل فيجدون أنه يشابهه أصول كثيرة فيلحقون الفرع بتلك الأصول وهذه يسمونها التمسك بشهادة الأصول فالتمسك بشهادة الأصول حقيقته كما قال بن عقيل هو الاستقراء فيأتي الفقه أو الأصول فيستقرئ الفروع الفقهية ثم بعد استقرائه لهذه الفروع الفقهية يجد أنها تشهد بأمر ما وحينئذ هذا الذي شهدت به الأصول يكون يناط به الحكم وهذه الشهادة التي تسمى شهادة الأصول هي في الحقيقة كما ذكرت لكم هي تسمى دليل الاستقراء وهي في الحقيقة التي يبنى عليها كثير من القواعد الفقهية فالقواعد الفقهية الموجودة عند الفقه عندما يتكلمون وخاصة من الضوابط المتعلقة ببعض الأبواب مثل كليات وغيرها إنما يكون مستندها الاستقراء وشهادة الأصول فتجده يبحث فيجد أن عددا من المساء لنقل عشرة مثلا كلها تشهد بأصل معين كل هذه الأصول تشهد على حكم معين أو معنى معين فحينئذ يبني على هذا الشهادة قاعدة كلية وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية أو بالقواعد الفقهية وذلك يقول المصنف وصحح القاضي يعني القاضي أبا يعلى وقد صحح ذلك في كثير من الكتب وتبعه كثير من أصحاب أحمد كابن عقيل وأبو الخطاب وابن البنى والموفق وغيرهم التمسك بشهادة الأصول وعرفنا أن نشاط الأصول هي الاستقراء بأن يستقرأ أصول الشريعة فيجدها على صفة واحدة ثم بعد ذلك إذا تنازع المجتهدان في فرع معين فإنه يلحق هذا الفرع بهذه الأصول التي استقرأها ووجدها دالة على معنى معين ويلحقها به قال المفيدة للطرد والعكس قوله المفيدة للطرد والعكس يعني أن استقراءه كان بالطرد والعكس معا وتقدم معنا ذلك وسبب إرادة المصنف لشهادة الأصول في الدوران لأجل هذه الجملة قوله المفيدة للطرد والعكس فالدوران تكشف الدوران يكشف العلة وشهادة الأصول لا تكشف العلة وإنما تبين المناط الكلي المعنى الكلي وهي التي تسمى بالكلية قال نحو أي من أمثلة شهادة الأصول من صح طلاقه صح ظهاره هذا المثال دائما موجود في كتب الفقه أن من صح طلاقه صح ظهاره ينبني على ذلك أن من صح أن يطلق زوجته فإنه يصح أن يظاهر منها وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وأخذ منه فقهاء مذهب أحمد على المشهور عند المتأخرين أن من قدر على الوطع وإن لم يكو بالغا وهو ابن عشر فإنه يصح طلاقه وبناء على ذلك فإنه يصح ظهاره فإذا ظاهر من زوجه ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود كذلك قولهم من صح طلاقه صح ظهاره نأخذ منها أن الذي يصح طلاقه هو الذي يصح ظهاره من الرجال فالأجنبي لا يصح طلاقه فإذا ظهر أجنبي من أمرأة أجنبية ثم تزوجها فكما لا يقع طلاقه بها إذا تزوجها فكذلك نقول إن ظهاره السابق لا يقع وهذا إحدى الروايتين في المذهب وتعرفون الخلافة فيها المشهور هذه الكلية أو شاية الأصول كثيرة جدا 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 وقد جمع بعض المالكية وبعض المتأخرين عند جمعها كرسائل في مذهب أحمد المالك الذي جمعها هو المقري فإنه ألف كتابا في الكليات واسم كتابه في الكليات هو طبع قديما باسم الكليات ولكن اسم الكتاب الحقيقي عمل من طب لمن أحب فجمع فيها الكليات المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ثم الكليات الفقهية وأغلب هذه الكليات هي من شهادة الأصول يعني على سبيل المثال يقولون من صح طلاقه صح إيلاؤه أن من صحت يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه هذه قاعدة ثانية كذلك يقولون من صح طلاقه صح توكيله فيه وهكذا وأمثلة بالعشرات بالعشرات بل بالمئات شئت ثم قال الشيخ ومنع من ذلك آخرون هذا القول الثاني وهو أن شهادة الأصول لا يصح التمسك بها وهذا القول محكيهم في كتب الأصول وقد جمع الطوف بين القولين وقال إن التحقيق يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأنظار فإذا كانت الأصول قوية فيكون حجة وإذا كانت الأصول ضعيفة فلا تكون حجة فيكون الطوف جمع بين القولين والطراد العلة لا يفيد صحتها نعم هذه آخر مسألة في مسالك القياس وهي مسألة الطراد العلة فإن المصنف لما ذكر مسالك القياس أو مسالك تثبات العلة ختمها بذكر ما لا يصح أن يكون مسلكا وناسب أن يكون بعد الدوران لأنه أحد أجزاء الدوران فقال واضطراد العلة ومعنى قوله اضطراد العلة أي وجودها وحدها فإذا وجدت العلة وجد معلولها وهو الحكم لكن موجودة دون العكس دون النظر إلى العكس وإذا قال واضطراد العلة لا يفيد صحتها فاضطراد العلة ليس شرطا ليس دليلا وطريقا لكشف العلية وهذا واضح وهذا جزا به أغلب أصحاب أحمد إلا الذين يرون الطرد المحض فإن الذين يرون الطرد المحض هم الذين يرون أن الطرد مسلك مسالك العلة وهو قول فيه ضعف ومن أمثلة الطرد المحض يعني مثلا من أمثلة الطرد المحض عند غلات القائسين عندما يقولون مثلا نقيسوا سائر الموائل أننا نقول أن الماء لا يقاس على الماء لأن الماء تبنى عليه القناطر الماء تبنى عليه القناطر هذا مضطرد لكن ليست علة بناء القنطرة ليست علة في القياس والقياس جلي وخفي نعم بعدما أنهى المصنف الحديث عن مسالك العلة بدأ يذكر أنواع القياس وذكر تقسيمين للقياس فبدأ بالتقسيم الأول وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه فبين أن القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين جلي وخفي شرع المصنف بذكر الجلي ولم يذكر الخفي وسأشير لما فقال فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالآمة والعبد في العتق نعم قسم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين جلي وخفي وهذه الطريقة لبعض أصحاب أحمد وبعضهم قسمها إلى ثلاثة جلي وواضح وخفي وهذه أشار لهذه الطريقة الثانية أبن عقيل وغيره وأبو الخطاب وغيره بدأ أولا بالجلي فقال الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق الحقيقة أن المصنف لم يعرف الجلي وإنما ذكر نوعه ذكر نوعه وأما تعريف الجلي فهو في الحقيقة ما لا يحتمل إلا معنا واحدا وهذا تعريف بن عقيل له وعرفه ابن أبي موسى أنه ما لا تجاذب فيه ما لا تجاذب فيه أو نحو ذلك وعندما تكلموا عن القياس الجلي بعضهم مثل المصنف ذكر له نوعا واحدا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق وسيعود أشرحه بعد قليل وبعضهم قال بل إن القياس الجلي ثلاثة أنوع ما قطع فيه بنفي الفارق والثاني ما نص على عليته بالنص والثالث ما كان الإجماع دليل عليته فأصبح القياس الجلي هذه الأشياء المنصوص على علته والمجمع على علته وما قطع فيه بنفي الفارق وهذا أظنه هو مراد المصنف أظنه هو مراد المصنف لكن قد نحمل قوله ما قطع فيه بنفي الفارق أنه نظر إلى الفعل ولم ينظر إلى العلة فيكون نظر القياس ولم ينظر إلى يقول المصنف كالأمة والعبد في العتق يعني أن الأمة والعبد الذكر سواء في العتق فإذا أعتقى أمة فيكون كمن أعتقى ذكر لأن الشرع لم يلتفت لأوصاف الذكورة والأنوثة في هذا الباب فنقول لا فرق بينهما نعم ومسألة نفي الفارق يعني سيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله في أنواع القياس لكن متى يكونوا جليا قالوا يكونوا جليا إذا قطع بنفي الفارق أو كان الفارق ضعيفا فإنه يكون قياسا جليا وأما إذا كان مظنون قطع نفي الفارق وإلغاء الفارق المؤثر فإنه حينئذ يكونوا خفيا ولا يكونوا جليا فالمقصود أنه أحد صور ما نفي فيه الفارق هو الجلي لها جميع قياس الذي نفي فيه الفارق النوع الثاني من القياس الخفي والقياس الخفي سمي خفيا لأنه خفي فلم يعرف إلا بالاستدلال بخلاف الجلي فإنه يكون واضحا وبينا ولا يحتاج إلى استدلال لأنه مجمع عليه أو منصوص عليه أو لكونه قد قطع بنفي الفارق فيه والقياس الخفي كل ما سبق مما تكون العلة فيه مظنونة مثل قياس الشبه وغيرها من الأمور فإنه داخل في القياس الخفي أو ما كان نفي الفارق فيه غير مجزوم فيه نعم كرامتي والعبد في العتق نعم شرحتها وينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل نعم هذا التقسيم الثاني للقياس كله فقسم القياس عموما باعتبار التصريح بالعلة الجامعة هل هي مصرح بها أم ليس مصرحا بها فقال ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل قياس العلة بمعنى أن هناك علة مصرح بها قياس الدلالة لا يوجد علة مصرح بها وإنما ما دل على العلة وقياس في معنى الأصل سمي قياس في معنى الأصل يعني أن الفرع هو الذي في معنى الأصل فالذي في معنى الأصل هو الفرع الفرع في معنى وهو نفي الفارق كما سيأتي فالأول فالأول ما صرح فيه بالعلة نعم الأول هو قياس العلة قال ما صرح فيه أي ما صرح في القياس بالعلة سواء كانت العلة منصوصة أو مجمع عليها أو مكشوفة بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة والإخالة فإنها تكون حينئذ عرفت العلة وصرحت فحينئذ نقول نسمى قياس علة قد يكون قوي مقطوع به وقد يكون ضعيف وقد يكون متوهم وباطل طبعا الفائدة بعض الأصوليين يقصر القياس فقط على هذا النوع فيقول القياس كلهم مقتصر على قياس العلة فلابد أن وجود العلة وإذاك تجد في أغلب كتب الأصول لا يمثلون إلا بالفرع والعصلي وبينهما علة جامعة والحقيقة أن قياس العلة ليس هو الوحيد بل قد يكون في الاستخدام الفقهاء أقل فاستخدامهم لقياس الدلالة كثير ومن قياس الدلالة قياس الشبه كما قال ذلك أبو الخطاب فأبو الخطاب يرى أنهم قياس الدلالة وإن كان بعضهم يرى أنه قسم مستقل كذلك قياس نفي الفارق كثير جدا وهو في الأوصف والثاني وهو قياس الدلالة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة قال والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدلالة العلة يعني أنه جمع بينهما ليس بالعلة نفسها لأن العلة غير مصرح بها لا نعرفها وإنما بدلالة العلة وإنما بدلالة العلة أي ما يدل على العلة إما من لازم العلة أو من أثر العلة أو من حكم العلة إذن دلالة العلة ثلاثة أشياء من لازم أو الأثر أو الحكم ودائما لا يصار إلا قياس الدلالة إلا إذا فقد قياس العلة لأن قياس العلة أقوى ولا شك وبناء على ذلك فنقول يشترك الأصل والفرع في وجود دليل العلة وهو لازمها أو حكمها ويترتب على ذلك اتحاد حكمهما أي حكم الفرع والأصل بناء على أننا وجدنا أنهما يشتركان في اللازم أو دليلها عموما أمثلة قياس الدلالة كثير جدا في الكتب الفقه لكن أضرب لكم مثالا أو مثالين على مذهب أحمد فعلى سبيل المثال المشهور في مذهب الإمام أحمد أن البكرة وإن كانت بالغة فإن عليها ولاية إجبر فلا يشترط رضاها في الإيجاب والقبول أما ما بعد ذلك فهذه مسألة أخرى لكن في الإيجاب والقبول قد تزوج المرأة البكر من غير إذنها وهذا يعني كان قديما كثير جدا لو لا أن القضاء الآن منع منه فقد المرأة تدخل على زوجها وهي لا تعلم أنه زوج لها إلا قبل دخولها بدقيقة وقد زوجها أبوها من يوم أو يومين وهذا مبني على أصل الحنابي لأن ولاية الإجبار تثبت على أصل البكر صغيرة أو كبيرة طيب من أين أخذوا هذا؟ لهم أدلة طبعا من النص ومن غير لكن نأخذ دليلهم من قياس الدلالة دليلهم من قياس الدلالة يقولون إن الصغيرة عليها ولاية إجبار نعم الحكم ثابت لكن الصغيرة لما كان العقد لا يلزم أن تتكلم فيه ويجزئ سكوتها والبكر نص الشارع على أنه لا يلزم أن ترضى بلفظها ويكفي سكوتها حينما قال وإذنها صماتها أخذنا من الدلالة وهي السكوت أن الشارع لا يشترط الرضا إذن فأخذنا من الدلالة إذ السكوت يدل على عدم الرضا قد ينازعون فيقال لا بل السكوت للبكر دلالة رضا قد ينازع لكن أعطيك مثلا وجه استدلال الحناب مع لهم أدلة أخرى من النص وغيره فهذا من نوع استدلالهم كذلك أيضا في القتل في المثقل وفي غيره في الخمر يستدلون ببعض أنواع الخمل بدلالته عندما يقذف بالزبد يقول هو خمر طبعا لم يسكر لم نعرف أن كثيره يسكر نقول بدلالته إذ من لازم قذفه الزبد ومن لازم غليه وكونه قد غلى ليس الغلي الطبخ وإنما الغلي يعني بمعنى اشتداد فإنه يكون مسكرا حين ذاك فنقيس هذا الشراب على الخمر المحرمة قياس الدلالة وهكذا أمثلته كثيرة جدا والثالث أجمع بنفي الفارق نعم الثالث من أنواع القياس وهو المسمى القياس في معنى الأصل قال الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق وهذا بمعنى أنه يقال لا فرق بين الأصل والفرع أو يقال هناك فرق لكن ذلك الفرق ليس بمؤثر والقياس من الفرق كثير أيضا جدا في كتب الأصول ومثل له المصنف ولكن تارث أن يكون قطعيا وتارث أن يكون ظنيا نعم مسألة أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا نعم بدأ يتكلم في هذا المسألة المصنف عن القياس ودليله وأخره بعد الحديث عن تصور القياس فكأن المصنف أراد أن يقول بعدما عرفت القياس وعرفت كيفية استخراجه ومعرفة أنواعه بعد ذلك تعلم حكمه فقال أولا بدأ يتكلم عن التعبد العقلي فقال أجازل أئمة الأربعة وعامة العلماء طبعا قول الأئمة الأربعة سيأتين إن شاء الله استثنى بعد قليل وعامة العلماء أي من علماء المسلمين التعبد بالقياس عقلا قوله التعبد أي إثبات الأحكام وقوله بالقياس عقلا يعني أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت الحكم في مسألة فقيسوا عليها كذا هذا معنى قولنا إنه التعبد بالقياس عقلا قال المصنف خلافا للشيعة والنظام أي أنهم خالفوا في هذه المسألة وتعبير المصنف بأنه الشيعة الحقيقة أن الشيعة يعني ليس لهم كتب في أصول فقه كثيرة جدا وقد اشتكى كاشف الغطى يعني أحد أعيانهم في القرن الماضي من ذلك ولما أراد أن يأخذ استدلالاتهم على نفي حجية القياس أخذها من كلام ابن حزم لكن من أقدم ما موجد تكلم عن ذلك المرتضى الذي نقل عنه مصنف يعني سابقا وكتابه موجوده والذريعة والحلي مطهر الحلي أو ابن المطهر الحلي ومحل شاهد أن ابن المطهر الحلي في الحقيقة ذكر خلافا عند الشيعة في هذه المسألة ونقل عن المرتضى أنه جرى التعبد به عقلا وأن بعض الشيعة هم الذين ينكرون ذلك وأوجبه القاضي وأبو الخطاب غيرهما نعم قوله وأوجبه القاضي وأبو الخطاب غيرهما الحقيقة أن هذا الإجاب لا أدري يعني يعني أهو كذلك أم لا لأن الصريح في كلام القاضي في العدة وفي كلام أبو الخطاب في التمهيد أنه جائز عقلا وليس بواجب لكن أبو الخطاب بعدما ذكر الجواز ذكر بعده قياس الشبه في الحجاج في قياس الشبه أتى بكلام قد يفهم منه أنه واجب فقال في مسألة قياس الشبه إذا دلت الدلالة على علة الأصل وعلمنا وجودها في الفرع فقيام الدلالة العقلية أو السمعية على التعبد بالقياس يدل على وجوب قياس الفرع على ذلك الأصل هذا الكلام قد يفهم منه ذلك فأنا أقول يعني ربما يعني أبحث عن يعني توجيه كلام الشيخ فقط عن الشيخ لم يأخذه إلا تبعا لغيره وهو قد أخذ هذا من ابن عقيم ابن مفلح لأنه قد تبعهم على هذا النص المرداوي فربما أخذوه من بعض كلام أبي الخطاب ومن كلام قاضي نعم مسألة القائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا نعم قال القائلون بجوازه عقلا يقولون قد وقع شرعا يعني أن الشرع قد تعبدنا بالقياس ثم استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا 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 سواء من الكتاب أو من السنة فاعتبروا يا أولي الأبصار وكل ما جاء فيه الاعتبار في القرآن والأحديث والإجماع الصحابة والأدلة عليه كثيرة نعم إلا داود وابنه وأومى إليه إمامنا وحمل على قياس خالف نصار نعم قال إلا داود وابنه يعني أن داود الطائي وابنه محمد بن داود الطائي يقولان إن القياس جائز التعبد به عقلا لكن لم يرد في الشرع ما يدل على جواز التعبد به يعني من جهة الشرع بل إن الشرع قد جاء بضده فإن داود وابنه يقولون إن الشرع قد ورد بحضر القياس واذكرون في ذلك أثارا كثيرة والرجوع لها يعني بين وقول المصنف وأومى إليه إمامنا هذه العبارة أومى إليه إمامنا أخذت من كلام الإمام أحمد في رواية الميموني حينما قال أحمد يتجنب المتكلم هذين الأصلين المجملة والقياس أخذ منهم المصنف وغيره أن هذا إيماء من الإمام أحمد لهذه المسألة أن القياس ليس بحجة وسأتي توجيهها في كلام المصنف بعد قريب هذا الإيماء الذي من أحمد نص على هذا الإيماء قلت لكم القاضي وأبو الخطاب ونقل القاضي في كتاب الروايتين عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أن بعض أصحاب الإمام أحمد ذهبوا إلى هذه الرواية وانتصروا لها ولكن لم يسمهم وربما يكون يعني يعني ليسوا من الفقهة ربما لا أدري لم يسم من قال بهذا القول ولكن من المتقدمين لأن الناقل هو ابن حامد ونقله عنه تلميذه القاضي قال وحمل أي وحملة الرواية التي ذكرت لكم قبل قريبه رواية الميموني عن أحمد وحمل على قياس خالف نصا هذا الحمل حمله عليه القاضي وابن عقيد وغيرهم ولكن أبو الخطاب ذكر تأول القاضي للرواية عن أحمد قال والظاهر خلافه والظاهر خلافه وتعبيره بالظاهر بأن الظاهر خلافه قد يدل على أن أبو الخطاب يثبت هذه رواية عن أحمد لأن قال والظاهر خلافه أي خلاف هذا التأويل أي خلاف هذا التأويل وهناك تأويل آخر حمله عليه الشيخ تقي الدين قال إنما هذا يكون من باب تقديم خبر الواحد على القياس فقول أحمد ليجتنب أي معارضة خبر الواحد بالقياس فيكون أوسع نعم وعلى العموم يعني منهم من أنكر هذه الرواية كما قلت لكم عن القاضي وغيره وأما بالخطاب ظاهر كلامه إثباتها وقبلهم ابن حامد نعم والأكثر بدليل السمع نعم هذه المسألة تتعلق ب أن الدليل الذي دل على القياس ووجوب اتباعه هل هو السمع أم السمع والعقل معا أم غير ذلك فيها أقوال وذكر ابن عقيل أن الدليل على القياس والتعبد به طبعا التعبد إنما هو السمع فقط وقيل هما معا وهذا القول الثاني أنه السمع والعقل معا ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أنه أشبه بقول أكثر أصحابنا وأخذ ذلك من تعليلاتهم لحجية القياس فإنهم يحتجون على يحتجون لعلية القياس بالنقل وبالاستدلال العقلي وأما بالعقيل فإنه رأى أنه يجب أن لا يستدل على القياس إلا بالنقل فقط دون ما عاده نعم نعم قال والأكثر قطعي قوله والأكثر قطعي يعني أننا إذا قلنا بأن بأنه يعني القياس متعبد به شرعا فهذا الدليل الذي دل على التعبد الشرعي قطعي أم ليس قطعيا ذكر المصنف أن الأكثر قالوا إنه قطعي الدليل الذي دل على التعبد بالقياس قطعي وهذا موجود في كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وبن عقيل هذا مراده بالأكثر وذكر الآمدي أن دلالة القطعية عن الجميع عن جميع أهل العلم ولكن نقل بعض المحققين أنه وجد في كلام القاضي أبي يعلى أن الدليل ليس قطعي وإنما هو ظني ما هي ثمرة هذا الكلام ثمرته يعني قد تكون يعني ثمرت الدلالة هل هي قطعية أم ظنية لنقول متعلقة بالظاهرية خصوصا فإن العلم لما تكلموا عن الظاهرية وقالوا إنهم خالفوا في حجية القياس فإن قلنا إن دليل القياس قطعي فقد خالفوا في أمر معلوم من الدين بالضرورة ويترتب على ذلك أن بعضا من الناس وهذا نقل أبو بكر بن العرب المالكي قد حكم بكفر الظاهرية ودونهم من حكم بفسقهم وأنه لا يعتد بقولهم ولا ينظر في كلامهم ويلزم إتلاف كتبهم لأنهم خالفوا مقطوعا به وهو الإنكار القياس الذي دل عليه الدليل القطعي هذا يعني ثمرة هذه المسألة يعني نسمي الثمرة ثمرة يعني أقرى ما تكون يعني يعني نقول تتعلق بالظاهرية أكثر نعم مسألة النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار إليه إمامنا خلافا للمقدسي والآمدي وغيرهما نعم هذه المسألة متعلقة بالحكم الذي تكون علته منصوصة منصوصة إما باللفظ الصريح أو بالإيماء هل إذا عدي الحكم لفرع بناء على هذه العلة هل يسمى ذلك قياسا أم نقول ليس قياسا وإنما هو بدلالة اللفظ مثل ما قلنا في الفحو لما قلنا هل الفحو الخطاب هل هي قياس جلي أم ليست بقياس يقول المصنف النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس إذن فإذا نص الشارع على العلة صراحة أو إيماء فإنه يكون دالا عن حكم من غير قياس لا يلزم أن تقيس لكن نقول دليلها الأمرا القياس والنص على المعنى قال عند أصحابنا يعني عند أصحاب الإمام أحمد ممن نص على ذلك القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل وبن حمدان وأبو البركات وعده الشيخ تقي الدين المشهور عند أصحاب الإمام أحمد وأن القاضي عدو الوهاب وبعض أصحاب أحمد ذكر أنه قول الجمهور قوله وأشار إليه إمامنا يعني الإمام أحمد وذلك أن أحمد في مسألة جاءت من رواية الميمون قال إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس واحتج أحمد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب بالتمر يقول القاضي فجعل أحمد العلة عامة في جميع ما توجد فيه تلك العلة ولم يقول إنها قياس فجعلها بدلالة النص فأخذوا ذلك من كلام أحمد بقي عندي ثمرة طبعا ما الذي يترتب على ذلك يترتب عليه مساء مهمة جدا من هذه المساء مسألة أن منكر القياس يعملون بالعلة المنصوصة هذا واحد الأمر الثاني أننا نقول أن ما ثبت بعلة منصوصة ينسخ وينسخ بخلاف القياس فإنه لا ينسخ ولا ينسخ به وهكذا من الأحكام المتعلقة التي تجعله قال المصنب خلافا للمقدسي يعني به أبا محمد ابن قدامى رحمه الله تعالى وعبارة أبي محمد جازمة بالقول بأنها قياس فقد ذكر قول النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس قال وهذا خطأ فأخذ من ذلك أن أبا محمد يرى أن العلة المنصوصة الإلحاق بها يكون قياسا قوله هو الآمدي وغيرهما أي وغيرهم من كثير من الأصوليين من المذهب الأربعة وقال أبو عبد الله البصري أحد المعتزلة يكفي في علة التحريم لا في غيرها يعني أنه إذا كان التعليل لحكم محرم فإنه يكون إذنا في القياس وأما إذا كان التعليل المنصوص عليه لحكم لحكم إباحة أو حكم وجوب فإنه لا يكون يعني من باب النص وإنما يكون من باب القياس والإلحاق ويكون من باب الإذن في القياس ثم قال قال أبو العباس هو قياس مذهبنا المراد بأبو العباس هو الشيخ تقيدي هو قال قياس مذهبنا ولم يرجح لذ لا يلزم من قول الفقيه إن هذا قياس المذهب أنه ترجيح لهذا القول وقول الشيخ تقيدي إنه قياس مذهبنا أخذه من باب الأيمان فإن الفقه في باب الأيمان يفرقون بين التحريم والإجاب ويرون أن من حرم على نفسه شيئا في الأيمان يختلف على من أوجب على نفسه شيئا في باب الأيمان فمن حرم لزمه الإطلاق ويمتنع من كل شيء يصدق عليه ذلك الوصف والعلة المناط العام وأما من أوجب على نفسه عينا فإنه لا يلحق بتلك العين إلا ما شابهها من حيث العلة كان يقول أكلت اللحم ومراده باللحم نهى يعني عن أكل اللحم ومراده باللحم لا أكل اللحم اللحم الأحمر أو الأبيض أو نحو ذلك نحو ذلك نحو ذلك الحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافة للحنفية نعم هذه المسألة المسائلة المهمة وهي قضية القياس هل يجري في العبادات وغيرها؟ قال المصنف يجري القياس في العبادات والأسباب الأسباب التي تكون من باب الأحكام الوضعية مثل أن الله عز وجل نصب الزنا لإقامة الحد فهل يقاس عليه اللواط؟ إذ اللواط سبب لإقامة الحد قال والكفارات وهذا مثل الحج فإن الشرع أو النصة قد جاء بوجوب الكفارة في الحلاق فقط ففدية من طعام ففدية من طعام ففدية من صدقة أو نسك فقصنا عليها كل ترك واجب بل قاسوا أيضا الفدية بدل قاسوا بدل فدية المحصر وترك الواجب على فدية بدل ترك الهدي التمتع القران وهو صيام عشرة أيام قال والحدود كذلك والمقدرات المقدرات هي المحددات شرعا وهذا كثير جدا مقدرات بالمئات الأمثلة فعلى سبيل المثال عندما يقولون يجوز الخروج في الليل فننظر أقرب المقدرات الشرعية فوجدناها نصف الليل من باب الإناطة بمعهود الشارع ومثل أنه قال أيضا في أوقات النهي تتعلق به بعض حكام المقدرات وهكذا لما نأتي لصلاة العيد وصلاة الضحى فنقيس هذه على صلاة تلك نعم قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد وهذا القول ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد أنهم أجمعوا على ذلك ليس في العدة وإنما في المعتمد ذكر أنهم أجمعوا طبعا والمعتمد المطبوع إنما هو مختصر المعتمد الأصلي لأن المعتمد الأصلي غير موجود لأن منه نقلات غير موجودة عندنا قال خلافة للحنفية فإن الحنفية ينكرونهم وهذه المسألة المسائلة التي تحتاج إلى تفريق بين أنواع المقدرات فإن بعض أنواع المقدرات هجر فيه القياس وبعضها لا نعم مسألة يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع إلى القياس نعم هذه المسألة تتعلق بالبحث في الجواز لا في الوقوع لأنها مسألتان وقوع وجواز وهي متعلقة هل لما قلنا إننا متعبدون متعبدون بالقياس هل مع تعبدنا بالقياس يمكن أن تكون جميع الأحكام لا تحتاج إلى القياس فنتعبدوا بشيء غير موجود يقول المصنف يجوز أي جوازا لا وقوعا عند الأكثر أي عند أكثر الأصليين قال بمفلح عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها أي جميع الأحكام بتنصيص من الشارع بحيث أن الشارع ينص على حكم كل مسألة بعينها لا بالقياس فهنا لا نحتاج إلى قياس هذا يجوز والذين منعوا من ذلك قالوا لهم أسباب أهم أسبابهم أنهم يقول نحن متعبدون فكيف نتعبد بشيء إن لا يقع وقد مر معنا مسألة التكليف إذا لم يوجد مر معنا في مسألة التكليف بقي عندنا مسألة ثانية وهي مسألة وهي مسألة مهمة جدا طال فيها الجدل هل الشرع لما تعبدنا بالقياس هل صحيح أنه لا بد من القياس من وجوده فإن النصوص الشرعية لا تفي أم لا من أشهر من تكلم في هذا المسألة إمام الحرمين الجويني فإن الجويني قد ذكر أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الأحكام فنحن محتاجون إلى القياس وقال لا يمكن أن تفي وهذا الكلام منه رد عليه جماعة من المحققين وممن رد عليه الشيخ تقيدين في ثلاثة مواضع من كتبه ويقول إن هذا غير صحيح بل الشريعة قد نصت على جميع الأحكام علمه من علمه وجهله من جهل لكن عندما نقول نصة ندخل في النص الفحوى وندخل في النص المفهوم فإنه من النص وندخل من النص نفي الفارق فإن نفي الفارق بعضهم لا يراه قياسا وإنما يراهم باب الإلحاق اللفظي دلالة اللفظية وهكذا من المعاني وكذلك ما نص الشرع على علته مر معنى أنه ليس بقياس يمكن أن يكون قياس ويمكن أن لا يكون قياس قبل أن يتكلمنا عنه فيقول هذا الشيء لكن الظاهري يقول غلو في نفي بعض الدلائل منها ما ذكرنا مثل مسألة نفي الفارق وغيره قال ولو نظرنا في طريقتهم لوجدنا أن ابن حزم ما من مسألة وأعياه فيها دليل بطريق أو بآخر لكنه عيب على ابن حزم توسعه في التمسك بالبراءة العقلية الأصل وثمر الثاني عدم احتجاجه بقول الصحابي نقل ذلك الشيخ تقيدي طبعا تعرفون ابن حزم يقول ما من مسألة إلا وجدت لها دليلا إلا ماذا القراض فإني عجزت عن وجود دليل عليه والدليل عليه الإجمع واضح والقواعد العام ما تدل عليه ففيه من المعاني ما يدل عليه نعم وهذه مسألة يعني تحتاج إلى بصل لكنها مشكلة الوقت انتهى نعم آخر مسألة نعم النفي إن كان أصليا جرى فيه القياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء الحكم شين على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب وإلا جرى فيه القياس نعم هذه المسألة متعلقة بالقياس الذي ينتج العدم وهو النفي لأن القياس إما أن ينتج عدما وهو النفي أو ينتج إثباتا وهو الوجود وهو الوجود العدم في القياس من جهتين من جهة الحكم الذي ينتجه ومن جهة العلة فقد تكون العلة عدمية وتقدم معنا الاستدلال بالعلة العدمية عندما تكلمنا عن شرط العلة يقول الشيخنا طبعا هنا الشيخ يتكلم عن النفي الذي هو حكم الفرع يقول النفي أي النفي عندما يكون حكما في الفرع إن كان أصليا قسم المصنف النفي إلى قسمين النفي الأصلي والنفي الطارق فالنفي الأصلي هو الذي لم يتقدمه حكم قبل ذلك فلم يتقدم حكم ثابت فينفى بعده فينقل عنه فيسمى نفيا أصليا أما الطارق الذي سيتكلم عنه بعد ذلك المصنف فهو الذي يطرأ بعد ثبوت الحكم ثبت عنه حكم ثم ننفيه يقول إن كان أصلياً أي النفي أصلي بأن يأتي الشخص بقياس وهذا القياس يثبت فيه نفياً عدم وجوب شيء أو عدم حرمة شيء فعدم الوجوب وعدم الحرمة هذا نفي هل هو أصلي؟ نقول نعم أصلي لأن الأصل عدم وجوب شيء في الذمة اكتداءاً ولا يوجد ناقل مثبت في الغالب الأحكام قال الشيخ جرى فيه قياس الدلالة أي دون قياس العلة لماذا؟ قالوا لأن قياس العلة غير موجودة العلة لم تأتي بعد ليحكم فيه فهو نفي استمساك بالبراءة الأصلية قال وهو قوله وهو أي قياس الدلالة لإثبات العدم أو إثبات النفي لإثبات النفي أو العدم نفس المعنى قال وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله قوله الاستدلال بحكم شيء هذا معناه الاستدلال بحكم الأصل الاستدلال بحكم الأصل الثابت الثابت أصلاً على انتفائه عن مثله أي على انتفاء الحكم انتفى في الأصل ونستدل بانتفائه عن مثله مثله هذا هو حكم الفرق وهذا هو حكم الفرق قال فيؤكد به الاستصحاب يعني أنه يكون هو والاستصحاب دليلان في المسألة دليلان في المسألة يعني أمثلته كثيرة جداً مثل أن يقال إن هذا الشيء الفلاني لا يجب لأنه ليس فيه مصلحة أو نقول إن هذا الشيء الفلاني لا يحرم لأنه ليس فيه مفسدة هذا قياس دلالة وليس قياس علّة لأنه لا يوجد حكم معلول له علّة نعرفها متقدم عليه قال وإلا هذا الحالة الثانية وهذا النوع الثاني من نفي وهو النفي الطارئ ومعنى كونه نفياً طارئاً يعني أنه طرأ بعد ثبوت حكم قال وإلا بأن كان نفياً طارئاً جرى فيه القياسان أي قياس العلة وقياس الدلالة معنى فالعدم إذا كان طارئاً فإنه يكون ذلك هذا التقسيم الذي أورده المصنف هذا قول المحققين وممن رأى هذا الرأي وانتصر له الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم لأن هذه المسألة أشكث على كثير من الناس وهي قضية القياس العدم فيجمع بينها بهذه الحال نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا الحديث عن القياس كاملاً يكون درسنا الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل عن الأسئلة التي تتجه إلى القياس وهي القوادح وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر